نيابة عن الرئيس عبد الفتاح سيسي ترأس وزير الخارجية سامح شكري وفد مصر في أعمال القمة 19 لحركة عدم الانحياز وذلك في العاصمة الأغندية كيمبالا وأوضحت وزارة الخارجية أن القمة ستعقد غدا وعلى مدار يومين في العاصمة على ضوء رئاسة أغندا للحركة خلال الفترة من 2024 إلى 2027 لفتة إلى أنه من المقرر أن تشهد قمة مشاركة أكثر من 120 دولة في فعليتها أضافت الخارجية وأن جد الأعمال الوزير شكري سيتضمن إلقاء كلمة مصر نيابة عن الرئيس السيسي بالإضافة إلى عقد عدد كبير من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من وزراء خارجية الدول الأعضاء وذلك لتناول مسار العلاقات الثنائية والتشاور حول القضايا والتحديات الإقليمية والدولية الراهنة